السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل اليوم الجزء الثالث من لامية ابن الوردي سأقرأ الأبيات أين أرباب الحجى أهل النها أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل إذن في البيت الرابع عشر كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول فلا وهو ثلمة أي الشق أو الكسر كتب الله سبحانه وتعالى الموت على الخلق أجمع إذ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام طبعا أفنى من دول أي دول كثيرة خلص أصبحت فانية وزائلة في البيت الخامس عشر أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل فبدأ بذكر من سبقونا وقد حازوا مالا وقوة وجاها وسلطانا وقد ملكوا الأرض ولكن جميعهم ماتوا وانتهى ملكهم فمنهم أيضا من استحق عذاب الله سبحانه وتعالى ففي نمرود وغيره عبرة وعظة فيقال أن نمرود هو الذي حاج إبراهيم في ربه فوردت في سورة البقرة إذ قال له إبراهيم عليه السلام رب الذي يحيي ويميت فقال أنا أحيي وأميت أي أحضر رجلان قتل واحد وجعل الآخر حي لم يقتله فقال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر فذكرت في سورة البقرة الآية 258 وكنعان يقال هو أباه نمرود فهو نمرود بن كنعان وكان أيضا ملك من ملوك الأرض فأين هم جميعا ماتوا في البيت السادس عشر أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل عاد هم قوم هود عليه السلام أرسل الله سبحانه وتعالى هود عليه السلام ليدعوهم لعبادة الله سبحانه وتعالى ولكن لم يصدقوه وكذبوه فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب وهي الريح ريح صرصر عاتية وفرعون هو من أغرقه الله سبحانه وتعالى في زمن موسى عليه السلام اذ طغى وتجبر ودع الألوهية وعذب بني إسرائيل واستعبدهم وقتل أبناءهم واستحيى نساءهم أما الأهرام فهي في مصر فمن بنوها قد ماتوا وزالوا ولم يبقوا وهي باقي إلى يومنا هذا بالجيزة في القاهرة وهي من العجائب السبع قيل قد بناها سنان بن المهلهل مع العمالقة وقيل قد بناها غيره والله سبحانه وتعالى أعلم بمن بناها من يسمع يخل وهو من الأمثال العربية فمن يسمع يظن مسموعه حقا في البيت السابع عشر أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تغني القلل من ساد القوم هو من تقدمهم وتفوق عليهم بالنسب والحسب وما إلى ذلك ومن شادهم من بنوا قصورهم بالشيد القلل ما على القصور أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول أرباب الحجى هم أصحاب العقول والنهى هو العقل ننتقل للبيت التاسع عشر سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل ففي هذه الأبيات بعد أن تساءل ابن الوردي رحمه الله عن كل هؤلاء الجبابر وأولي القرون الأولى والملوك والسادة والذين عمروا الدنيا وبنوها أين هم الآن هم ماتوا ولم تغن عنهم أموالهم ولا حصونهم ولا قصورهم ولا ملكهم من شيء وأن الله سبحانه وتعالى سيبعثهم وسينبئهم بما عملوا قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ومسوه والله على كل شيء شهيد وإلى لقاء آخر والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر